موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية في ربوح عراقنا الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم مرة أخرى ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الخامس العلمي وما زلنا في موضوع المشتقة وتحديدا في قابلية الاشتقاق للدوال التي تسمى بالفرعية أو الشطرية أو المزدوجة إذن تعال ويايا خلي نشوف المثال المحضرة إليك اليوم إذا كانت الأفوف أكس تساوي أكس تربيع زائد ثلاثة عندما أكس أكبر أو يساوي اثنيا مرة وأربعة أكس ناقص واحد عندما أكس أصغر من اثنيا هل الدالة مستمرة عندما أكس تساوي اثنيا هذا المطلب الأول المطلب الثاني هل أن الدالة قابلة للاشتقاق عندما أكس تساوي اثنيا في الدروس السابقة وتحديدا في الدرس السابق بأن كان الحد الفاصل يساوي واحد ونبهتك بأن الحد الفاصل مو بضرورة يكون واحد ولا بضرورة يكون اثنيا ولكن بضرورة بأن يكون نفس العدد إذا كان بيها فرعين إذن اثنيا اثنيا ثلاثة ثلاثة سالب واحد سالب واحد وهكذا إذن دا يريد مني بحث الاستمرارية عندما أكس تساوي اثنيا وشروط الاستمرارية اتفقنا ثلاثة أن تكون الدالة معرفة أن تكون الغاية موجودة وأن تكون الغاية تساوي الدالة ومن بعد ما أتحقق من وجود الاستمرارية تكون الدالة قابلة للاشتقاق إذا كانت الغاية من اليمين F' للثنين باتجاه اليمين الغاية من اليمين عندما X تقترب من الثنين باتجاه اليمين أو أقول دلتا X تقترب من صفر باتجاه اليمين يساوي F' للثنين عندما المت دلتا X تقترب من صفر باتجاه اليسار إذن تعال ويايا خلي نشوف الشروط تبعا لإثبات الاستمرارية عندما X تساوي ثنين إذن أولا صورة الثنين وين عوض؟ رح أعوض بالدالة المقابلة للمساوات إذن 4 زائد 3 يساوي 7 إذن صورة الثنين يساوي 7 والدالة معرفة لمت الأفوف X عندما X تقترب من اثنين ولأن الدالة فرعية إذن رح يكون عندي اقترابين عندما X تقترب من اثنين باتجاه اليمين مرة رح أعوض بالدالة المقابلة للاكبر 4 زائد 3 تساوي 7 هذه أسميها L1 ولمت الأربعة X ناقص واحد عندما X تقترب من اثنين باتجاه اليسار ليش اختارت الأربعة X ناقص واحد؟ لأن اليسار يقابل علامة أصغر إذن 8 ناقص واحد تساوي سبعة إذن بما أن L1 تساوي L2 يعني أقول الدالة مستمرة؟ لا بما أن L1 تساوي L2 فإن الغاية موجودة متى تكون الدالة مستمرة عندما X تساوي 2؟ إذا كان ناتج الغاية يساوي الصورة إذن L1 يساوي L2 تساوي 7؟ الصورة الدالة معرفة وتساوي 7 بما أن الصورة تساوي الدالة إذن الدالة سنقول عنها أنها مستمرة عندما X تساوي 2 أكو داعي أقول الدالة مستمرة لكل X أكبر من 2 ولكل X أصغر من 2؟ لا في هذا السؤال ماكو داعي ليش؟ من يريد مني أبحث الاستمرارية؟ ابحث الاستمرارية وسكت يعني معناها هذا يريد مني الاستمرارية في مجال الدالة إذن لازم عندي 3 شروط الشرط الأول بأن أبحث الاستمرارية عند الحد الفاصل ثم أبحث الاستمرارية لكل X أكبر من الحد الفاصل ثم أبحث الاستمرارية لكل X أصغر من الحد الفاصل ولكن من هو يحدد لي يقول لي اثبت الاستمرارية عندما x تساوي 2 إذن الشروط انتهت والدالة مستمرة هس المطلب الثاني يقول لي ابحث قابلية الاشتقاق عندما x تساوي 2 يعني ملخص أن f' للثنين يساوي limit f' 2 زائد delta x ناقص f' 2 على delta x عندما شنو؟ عندما delta x تقترب من صفر ولكن رح اجي اقذها بجزئين مرة عندما x تقترب من اثنين باتجاه اليمين ورح تعوض بالدالة المقابلة للأكبر ومرة رح استخدم نفس القانون عندما x تقترب من اثنين باتجاه اليسار ورح اعوض بالدالة المقابلة للأصغر إذن خلي نشوف الحالة الأولى عندما x تقترب من اثنين باتجاه اليمين القانون نفس القانون ف برايم للثنين يساوي إذن كتبت هذا القانون نفسه ولكن وين رح أعوض باتجاه اليمين وهذه علامة الأكبر إذن اش رح يصير عندي هسه شلون رح أجي أترجم هذا إذن رح تكون العملية اثنيا زائد دلتا اكس تربيع زائد ثلاثة إذن هذا ما يخص صورة الاف اوف اثنيا زائد دلتا اكس زين ناقص صورة الثنين رح يصير عندي اربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة إذن خلي نشوف هذا الحجي اش رح يصير عندي هنا مرة رح أسوي هذا مربحة دانية اربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة أجمع الحدود المشابهة وخلي أشوف اش رح يصير عندي اربعة زائد ثلاثة سبعة ناقص سبعة يساوي صفر شلون أعرف أني ماشي بالطريق الصحيح بأن كل الحدود المتبقية تحوي على دلتا اكس زين ليش أريد أكلها بيها دلتا اكس على مود أسحب دلتا اكس عامل مشترك حتى اختصرها ويا المقام ودشوف اش رح يصير عندي دلتا اكس ويا دلتا اكس اختصرتها بقى عندي اربعة زائد دلتا اكس هس بمجرد أن اختصرت المقام من حقي أعوض بمكانة دلتا اكس صفر إذن أربعة زائد صفر تساوي أربعة هس كمنا اف برايم للثنيين عندما اش وكت اكس تقترب من اثنيين بالتجاه اليمين هقول الدالة قابلة للاشتقاق لا تقول لي هنا أريدك تحسب لي بأن اكس تقترب من اثنيين بالتجاه اليسار رح أجي أحسب اف برايم للثنيين متى تكون الدالة قابلة للاشتقاق إذا كانت جزء الثاني اللي رح نسويه بعد قليل أيضا يطلع الجواب يساوي أربعة بهالحالة فقط رح أقول الدالة قابلة للاشتقاق إذن تعالوا إياي وخلي نشوف الحالة الثانية عندما اكس تقترب من اثنيين بالتجاه اليسار والقانون نفس القانون ولكن التعويض غير تعويض ليش من كانت بالتجاه اليمين عوضت هذه الصور بالدالة المقابلة لعلامة أكبر ولكن من دا أقول باتجاه اليسار رح أعوض بالدالة المقابلة للأصغر إذن هذا الشي يمثل هذا الشي يمثل رح يصير عندي أربعة في ثنيين زائد دلتا أكس ناقص واحد زين هذا الشي يمثل هذا رح يصير ثمانية ناقص واحد اللي هو سبعة إذن تعالوا إياي خلي نشوف هذا الحشي إذن سالب واحد وسالب سبعة هو سالب ثمانية أربعة في اثنين الأربعة رح تنضرب مرة بالأول و مرة بالثاني يعني إيش رح يصير عندي الجواب رح يصير ثمانية ناقص ثمانية بقى عندي أربعة دلتا أكس على دلتا أكس اختصر الدلتا أكس و هي الدلتا أكس إذن الجواب يساوي أربعة إذن الجواب الأول من عوضت بالدالة المقابلة للأكبر طلع عندي أربعة الجواب الثاني أيضا كان الجواب يساوي أربعة إذن إيش رح أقولي هنا رح أقول بما إن الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار عفوا هنا بما إن الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار عندما أكس تساوي اثنيا و كانت الدالة مستمرة عندما أكس تساوي اثنيا فإن الدالة قابلة للإشتقاق عندما أكس تساوي اثنيا إذن أعزائي خلي نشوف الملاحظة المهمة جدا إن قيل أن الدالة قابلة للإشتقاق فإنها مستمرة إذا بالسؤال قل لك و كانت الدالة قابلة للإشتقاق أكيد هي مستمرة ورح نجي نفصل الملاحظة في الأمثلة القادمة إن شاء الله إذن أفوف أكس تساوي مطلق الأكس ناقص ثلاثة إشلونة عاملوية دوال القيمة المطلقة لابد أولا من تحويلها إلى دوال شطرية دوال القيمة المطلقة يجب أن تحول إلى دوال شطرية هس هنا أريد أسئلك فد أربعة أسئلة من أقول لك إشقد مطلق الأربعة على سبيل المثال مطلق الأربعة إشقد ومطلق السالب أربعة إشقد ومطلق الواحد ناقص جذر اثنين إشقد ومطلق الجذر اثنين ناقص واحد إشقد بعض الطلاب نفتهم العملية بشكل خاطئ يعني يصور من يشوف قيمة مطلقة يلغي القيمة المطلقة وكل ما يشوف سالب يسويها موجب لا متوهمين مطلق الأربعة إشقد مطلق الأربعة يسوي أربعة مطلق السالب أربعة مطلق السالب أربعة أيضا يسوي أربعة رح تقول لي هذا الفراغ ليش تركته تعريف القيمة المطلقة أولادية يقول إن كان شوف هذه الأن أهل اللغة العربية يسموها أداة شرط إن كان داخل المطلق موجبا فيبقى على حاله وإن كان داخل المطلق سالبا فيضرب في سالب واحد حتى يصير موجب زين هسه مطلق الأربعة الأربعة موجب بقى على حاله مطلق السالب أربعة هذا شرح يصير هنا رح يصير السالب سالب أربعة ويسوي أربعة زين إذا افتهمتني تقدر تقول لي مطلق الواحد ناقص جذر اثنين شكيت رح تقول لي خلي أحسبها جذر اثنين تقريبا واحد بوينت أربعة خلي أقول واحد ونص هسه واحد ناقص واحد ونص موجب له سالب سالب لشارة للكبير إذن حسب تعريف القيمة المطلقة رح يصير عندي السالب 1 ناقص جذر 2 اللي هو جذر 2 ناقص 1 جذر 2 ناقص 1 1 ونص تقريبا ناقص 1 الإشارة للكبير موجبة إذن هذا رح يصير عندي جذر 2 ناقص 1 ولكن من يجين السؤال بالصورة التالية يقول لي مطلق X يقول لي هنا مطلق X هذا شلو نتعامل وياه مطلق X زين أنا شمدريني هذا مطلق X هو موجب له سالب إذن هنا ش تقول الملاحظة تقول أخذ احتماليا وحوله إلى دالة شطرية رح أجي أكتب معي لي أقول هذا الـ X بي احتماليا ربما الـ X موجبا وربما الـ X سالب داخل المطلق ربما موجب وربما سالب فإن كان موجبا فيبقى على حاله وإن كان سالبا فيغرب في سالب واحد وإن كان صفرا إذن هنا رح يكون الجواب صفر إذن المساواة رح أخليها أما ويا الأكبر أو ويا الأصغر جزيلا إذا إجاني السؤال يقول لي أريد مطلق X ناقص ثلاثة أيضاً رح أحولها إلى دالة شطرية أو فرعية إيش رح أقول هنا شوف طريقة الكتابة حتى أنت تكتبها بالطريقة العلمية الدقيقة ما رح أبدي منا يعني رح أحول التعبير اللفظي إلى تعبير رياضياتي شنو التعبير اللفظي إن كان داخل المطلق موجباً فيبقى على حاله وإن كان داخل المطلق سالباً فيضرب فيه سالب واحد حتى يصير موجب وإذا داخل المطلق صفر فهو صفر زيلا حس هنا إن كان داخل المطلق X ناقص ثلاثة موجباً فيبقى على حاله اللي هو X ناقص ثلاثة وإن كان داخل المطلق سالبا فيضرب في سالب واحد رح يصير سالب اكز زائد ثلاثة والمساوات تخليها اما ويا الاكبر او ويا الاصغر او تريد تقولي هنا صفر عندما اكس تساوي اكس ناقص ثلاثة تساوي صفر هس منو الحد الفاصل بهذه الدالة الفرعية لا تقول لي صفر الحد الفاصل وين يعين لازم الطرف الايسر اكس واحدة يعني المعامل ماتة واحد يعني السالب ثلاثة تحول الى الطرف الاخر رح يصير هنا اكس اكبر او يساوي ثلاثة وهنا رح يصير عندي اكس اصغر من ثلاثة هس بعض الطلاب يقول لي هذه انا ما ريد اكتبها انا مباشرة رح اكتبها بهالصورة هذه يصير لو ما يصير يصير ولكن بشرط شنوه بشرط بان انت تعرف وجده تكتب ولا تستعجل ولا تتوهم بالاشارة اذا خلي نرجع الى سؤالنا ونشوف طريقة الحل لهذا السؤال اذا ناطيني دالة قيمة مطلقة اذا في بادئ الامر تحول المطلق الى دالة فرعية مثل ما سؤلفنا هسا ولكن الشرط كتبته بشكل سريع بس تريد انت تكتبه بشكل مفصل بعد احسن يعني تريد تقول لي هنا اكس ناقص ثلاثة اكبر او يساوي صفر وبعدي انت تكتب هذه بعد احسن تريد رأسا تكتبه صحيح اذا من هو الحد الفاصل هنا الحد الفاصل يساوي ثلاثة واذا يريد مني بالسؤال يقول لي برهن ان الدالة مستمرة عندما اكس تساوي ثلاثة اذا شروط الاستمرارية سولفناها قبل شوية صورة التلاثة رح اعوضها بالدالة المقابلة للمساواة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر رح تقول لي يصير يعني المساواة اكتبه هنا يصير يصير اكتبه يعني تلغيها من الاكبر خليه ويالا اصغر ماكو مشكلة هم رح يطلع الجواب يساوي صفر زيان غاية اليمين رح يطلع الجواب صفر اللي قابل الاكبر غاية اليسار هم رح يطلع الجواب صفر اللي قابل الاصغر بما ان الالوان تساوي الالتو فان الغاية موجودة ولأن الغاية تساوي الدالة نقول أن الدالة مستمرة جيد للاشتقاق خلي أثبت هذا الحشي إذن أريد أبحث قابلية الاشتقاق عندما X تساوي 3 إذن F' للتلاثة Limit F للتلاثة زائد دلتا X ناقص F وف التلاثة على الدلتا X رح أجي أخذها باحتماليا مرة عندما X تقترب من 3 باتجاه اليمين إذا ما عجبني أكتبها X تقترب من 3 باتجاه اليمين فقط هنا أكتب إشارة موجبة تحمل نفس المعنى ومرة عندما X تقترب من 3 باتجاه اليسار تقول ما يعجبني أنا أكتب X تقترب من 3 باتجاه اليسار ولا يهمك اكتب لي هذا القانون بس اكتب لي هنا سالب ولكن باتجاه اليمين رح أتعوض هنا وباتجاه اليسار رح أتعوض هنا إذا طلع عندي اليمين واليسار متساويا غاية اليمين واليسار رح أقول الدالة قابلة للاشتقاق إذن خلي نشوف بأن غاية اليمين طلعت عندي واحد من جهة عوضته مكان كل اكس ثلاثة زائد دلتا اكس ناقص ثلاثة ومن عوضة الثلاثة هنا رح يصير ثلاثة ناقص ثلاثة صفر إذن ثلاثة ناقص ثلاثة صفر بقى عندي دلتا اكس على دلتا اكس إذن معناها الغاية باتجاه اليمين يساوي واحد ومن ثم الغاية باتجاه اليسار رح أجي أعوض هنا إذن دير بالك هذا السالب تنظره مرة بالأول مرة بالثاني ولكن المفاجأة بأن اختصار الدلتا أكس وهي الدلتا أكس ظهر عندي الناتج يساوي سالب واحد إذن غاية اليمين واحد غاية اليسار سالب واحد لأن غاية اليمين لا تساوي غاية اليسار فإن الدالة شنو؟ فإن الدالة هي غير قابلة للاشتقاق إذن أثبتنا بأنه ليس بالضرورة إن كانت الدالة مستمرة تكون قابلة للاشتقاق هس رح تقولي أريد تطيني استنتاج عام للحشي اللي حتينا بهذا الدرس والدرس السابق شنو هذا الاستنتاج؟ واحد إن كانت الدالة مستمرة عندما أكس تقترب واحد اثنين 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 اربعة عند عدد معين إن كانت الدالة مستمرة عند عدد معين فليس بالضرورة أن تكون الدالة قابلة للاشتقاق عند ذلك العدد شنو دليلي؟ سؤال القيمة المطلقة اللي أخذناها قبل قليل جيد هذا الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية إن قيل مبني للمجهول إن قيل أن الدالة قابلة للاشتقاق عند عدد معين فلابد أن تكون فلابد أن الدالة مستمرة عند ذلك العدد ولكن العكس لا يمكن تعميمه إذا قل لي هو بالسؤال الدالة قابلة للاشتقاق فأكيد أن الدالة هي مستمرة ولكن إن كانت الدالة مستمرة ليس بالضرورة أن تكون الدالة قابلة للاشتقاق التعميم الثالث الملاحظة الثالثة إن كانت تركز ويايا إن كانت الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار عند بحث قابلية الاشتقاق عند عدد معين فلن يكون هذا الأمر شرطا كافيا لنقول أن الدالة قابلة للاشتقاق عند ذلك العدد ما لم يتم التحقق من أن الدالة مستمرة عند ذلك العدد راح تقول لي فصل ليها هطيني فادي مثال فبلك تدلل إذن خلي نناقش هذا المثال بشكل شفهي أفوف أكس يساوي أكس ربيع زائد أربعة لكل أكس أكبر أو يساوي واحد واثنين أكس زائد اثنين لكل أكس أصغر من واحد ما راح أستخدم القلم في حل المثال راح نجي نحله بشكل شفهي من أريد أبحث الاستمرارية عند الحد الفاصل عندما أكس تساوي واحد شو راح أقول السهنة؟ راح أقول صورة الواحد شنو صورة الواحد وين راح أعوضها؟ إذن صورة الواحد أعوضها بالدالة المقابلة للأكبر راح يصير عندي واحد زائد أربعة تساوي خمسة إذن معناها راح أقول أن صورة الواحد تساوي خمسة خليها ببالك هنا زين أريد أحسب الليمت الليمت الأفوف أكس عندما أكس تقترب من واحد من أجه أحسب لمت اليمين راح يصير عندي واحد زائد أربعة يساوي خمسة يعني معناها الالوان يساوي خمسة ولكن من أريد أحسب لمت اليسار إذن راح يصير اثنيا زائد اثنيا تساوي أربعة إذن الالو تساوي أربعة فبما أن الالوان لا تساوي الالو إذن معناها الغاية شنو إذن الغاية غير موجودة وإذا كانت الغاية غير موجودة فأكيد أن الدالة شنو غير مستمرة وإن كانت الدالة غير مستمرة إذن الدالة غير قابلة للاشتقاق بعد ماكو داعي أقول الغاية من اليمين أف برايم للواحد من جهة اليمين واستخدم الليمت عندما دلت أكس تقترب من صفر وبعد ينحسب اليسار إذا أردت تجرب راح يصير عندك هنا أف برايم للواحد من جهة اليمين يساوي أف برايم للواحد من جهة اليسار الآن هذا هل هو الشرط كافي حتى أقول الدالة قابلة للاشتقاق لا مشرط كافي وأصلا ماكو داعي تروح لهذا الاتجاه بما أن الدالة غير مستمرة إذن الدالة غير قابلة للاشتقاق إذن السؤال من أجهة عاملوية قل لك ابحث أن الدالة قابلة للاشتقاق أول شي أروح لشنو أبحث الاستمرارية إذا طلعت الدالة مستمرة راح أروح أبحث الاف برايم للحد الفاصل من جهة اليمين ومن جهة اليسار ولكن إذا كانت الدالة غير مستمرة خلاص بما أن الدالة غير مستمرة إذن الدالة غير قابلة للاشتقاق إن شاء الله تكون الصورة واضحة جدا إذن أريد أطيق فد معلومة إضافية بأن الاشتقاق يكون على نوعين مرة يكون اشتقاق قابلية الاشتقاق باستخدام التعريف اللي أخذناها في هذا الدرس والدروس السابقة ومرة راح أستخدم الاشتقاق بطرق سريعة هذه الطرق السريعة سبعة قواعد أساسية راح أستخدم بيها المشتقة وخلي أشوقك للدرس القادم إن شاء الله إذا كان الواي تساوي أفوف أكس معادلة فيرمز للمشتقة الأولى بأحد الرموز التارية مرة أسميها واي برايم مرة أسميها أف برايم للأكس ومرة أسميها دي واي على دي أكس إذن هذا رمز المشتقة الأولى راح يقول لي جد المشتقة ولكن ما راح يقول لي باستخدام التعريف يقول لي جد المشتقة ويسكت ليه دالة معينة إذن معناها راح أستخدم الطريقة السريعة والطريقة السريعة مكونة من سبعة قواعد أساسية والقواعد الأساسية نبدأ بالقاعدة الأولى إذا كانت الواي يساوي عدد ثابت فإن مشتقة الثابت يساوي صفر السريعة تقول لي شنو عدد ثابت يعني ما بأكس ما بمتغير إذن معناها إذا الأفوف أكس تساوي خمسة فإن أف برايم للأكس يساوي صفر زيان إذا أفوف أكس يساوي جدر الثنين والخمسة والجدر الثنين هي أعداد ثابتة فإن أف برايم للأكس يساوي صفر زيان إذا ردت أقول لك مثلا واي تساوي سبعة شنو المشتقة مالته راح تقول لي واي برايم أو تقول لي دي واي على دي أكس بكيفك يساوي صفر وإذا أقول لك سبعة على أربعة إذا أقول لك جدر سبعة إذا أقول لك جدر ثمانية إذن كل ثابت المشتقة مالته تساوي صفر إذن هذه أسميها القاعدة الأولى من قواعد الاشتقاق راح تقول لي إذا مو ثابت شلون يعني إذا إجاني سؤالي قل لي مثلا أكس أس أربعة إذا إجاني السؤالي قل لي مثلا ثمانية أكس أس خمسة إذا قل لي سؤال مثلا أكس تربيع زائد واحد أس أربعة إشلون أشتقة إذن عدنا مجموعة من القواعد الأخرى كل هذه القواعد سوف نتطرق لها في الدرس القادم إن شاء الله إذن أعزائي تابعونا من خلال شاشة فضائية العراق التربوية ورح نكون وياكم إلى إكمال المنهج ونوصلكم إن شاء الله إلى الدرجة الكاملة انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة